عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال والبدء بإخلاء مستشفى الشفاء من المرضى والجرحى الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة وارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 13 شهيد القسام تعلن تدمير 62 آلية عسكرية صهيونية بغزة وتجدد قصف تلبيب أهلا بكم والبداية من غزة حيث بدأت قوات الاحتلال تحت تهديد السلاح بإخلاء الطاقم الطبي والنازحين الفلسطينيين وبعض الجرحى من مجمع شفاء الطبي شمالية القطاع وأكد مشرف الطوارئ في المجمع أن عددا من الذين كانوا في المشفى غادروا وبقي آخرون بينهم جرحى ومرضى وقد طلب الاحتلال من النازحين التوجه إلى شارع الوحدة وكثيرا منهم لم يتمكنوا من مواصلة السير وأشار إلى إبقاء نحو 120 جريح داخل مجمع شفاء من أصل 650 وهم الذين لا يستطيعون التحرك ومغادرة المشفى بسبب إصاباتهم البليغة هذا واستشهد مدير مستشفى الوفاء للمسنين الدكتور مدحة محيسن وأصيب أطباء آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي مصادر الطبية أكدت أن الاحتلال قصف مستشفى ودار الوفاء لرعاية المسنين في مدينة الزهراء جنوبية غزة ما أدى إلى استشهاد مدير المشفى وإصابة عدد من الأطباء يشار إلى أن مركز الوفاء لرعاية المسنين كان قد تأسس في العام 1980 ويعتبر المركز الرائد والوحيد لإيواء ورعاية المسنين في القطاع وكانت صحة غزة قد أعلنت مساء الجمعة ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى أكثر من 12 ألف شهيد بينهم خمسة آلاف طفل وثلاثة آلاف وثلاثمائة امرأة في حين زاد عدد المصابين عن ثلاثين ألف سبعين بالمئة منهم أطفال ونساء وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي وفي بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطا شرقية مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة اليوم السبت وذلك بعد ساعات من ارتقاء خمسة شهداء في قصف بطائرة صهيونية مفخخة السهدف منزلا بمخيم بلاطا وبحسب مصادر فلسطينية فقد قصف الطائرة مسير منزلا وسط المخيم وأدى إلى إحداث أضرار كبيرة في المنطقة في حين لا زالت قوات الاحتلال تقتحم المخيم وتجرف شوارعه كما سقط شهيد آخر في مواجهات مع الاحتلال في مدينة طوباس شمال الضفة ليرتفع عدد المصابين الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى مائتين واثنى عشر إضافة إلى نحو الفين وثمانمائة جريح هذا هو تواصل قوات الكيان الصهيوني قصف والسهداف لحياة السكنية والمشافي في القطاع لليوم الثالث والأربعين على التوالي وبحسب مصادر فلسطينية فقد قصفت الطائرات الإسرائيلية اليوم عدة شقق سكنية في مدينة خاين يونس جنوبية القطاع ما أدى إلى استشهاد نحو 26 فلسطيني أغلبهم من الأطفال كما شن الطائرات الاحتلال عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية وأدى إلى ارتقاء 26 مواطن أغلبهم من الأطفال وإصابة العشرات وفقا للمصادر أشارت أيضا إلى غارات كثيفة في محيط المستشفى الأندنوسي تزامن مع قصفا مدفعيا عني في المنطقة الشرقية وقصف مخين جباليا إلى جانب استهداف المسجد الكبير في مخيم المغازي ومنزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرقية رفح ما تسبب باستشهاد العشرات بدوره أعلن الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة أن مقاتلية الكتائب تمكنوا خلال أربعة أيام من إعطاب وتدمير 62 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي وأجهزوا على ما يقل أو ما لا يقل عن 9 جنود خلال عمليتين منفصلتين وأكد أن هذه الأليات تنوعت ما بين دبابات وناقلات جند واجرافات وتم استهدافها بالقذائف المضادة للدروع كما تم استهداف تجمعات وأفراد من القوات الراجلة حيث تمكن مجاهدون خلال الأربعة أيام الأخيرة من إعطاب وتدمير 62 آلية عسكرية صهيونية وإخراجها عن الخدمة تنوعت بين دبابات المركافات وناقلات الجند والجرافات وذلك عبر استهدافها بالقذائف المضادة للدروع من نوع الياسين 105 وعبوات شواض وعبوات العمل الفدائي كما استهدف مجاهدون بالعبوات والأسلحة المتوسطة وأسلحة القنص تجمعات وأفراد وأضاف أبو عبيدة متحدث كتائب القسام بأن ما يبحث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين يتنياهو وقيادته في مجمع شفاء الطبيب غزة أمر مثير للسخرية وبحث عن سراب وجاء ذلك في كلمة مسجلة قال فيها إن دخول قوات الاحتلال بالدبابات لمجمع شفاء له استعراض بالقوة والسيطرة فقط هو أكبر دليل على فشلهم وهزيمتهم كما أنه فضيحة لكل المنظومة العالمية من أدعياء حقوق الإنسان والقانون الدولي إن ما يبحث عنه المجرم الفاسد نتنياهو وقيادة حربه الجبناء في مجمع الشفاء ومشافي غزة هو أمر مثير للسخرية فهم يبحثون عن سراب يدل على عجزهم وغطرستهم الجوفاء وإن دخول قوات العدو النازية بالدبابات لمجمع طبي للاستعراض بالقوة والسيطرة هو أكبر دليل على فشلهم وهزيمتهم كما أنه فضيحة لكل المنظومة العالمية هذا وأضاف أبو عبيدة بأنهم عرضوا إتمام صفقة تبادل مع الكيان الصهيوني منذ بداية معركة طوفان الأقصى وقد خاطب الإسرائيليين بقوله نحيطكم علما بأن قيادتكم تضللكم ويبدو أنها قررت أن تجعل مصير أسراكم الفقد والضياع أو القتل أو النسية وحاولنا ونكافح للحفاظ على حياة أسراكم فنجحنا أحيانا ولم ننجح في أحيان أخرى بفعل القصف الهمجي لجيشكم لكننا نحيطكم علما بأن قيادتكم يبدو أنها قررت أن تجعل مصير أسراكم الفقد والضياع كرون أراد أو القتل كنخشون فاكسمن أو النسيان والإهمال كشؤول أرون وهدار جولدن هذا هو قد نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد لمقاتليها وهم يستهدفون جنود الاحتلال في بلدة بيت حانون شمالية القطاع بمختلف أنواع الأسلحة أظهر مقطع فيديو نشرته الكتائب عبر منصتها في تيليجرام استهداف وحدات لجيش الاحتلال تحصنت في مبانهم ببلدة بيت حانون شمالية قطاع غزة كما كشف الفيديو عن عمليات قنص أسفرت عن مقتل أربع من جنود الاحتلال على الأقل في السياق أعلنت كتائب القسام دكة تل أبيب مساء الجمعة برشقة صاروخية كبيرة لتدل من جديد على قدرتها على ضرب عمق الكيان الصهيوني في اليوم الثاني والأربعين لمعركة طوفان الأقصى وفي بيان لها أكدت الكتائب أنها وجهت الرشقة الصاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في حين ذكرت وسائل أعلام أن الصواريخ سقطت على مناطق بئر عقوب وبتحاح وشهام شمالية شرقية تل أبيب وفي وقت سابق قصفت كتائب القسام مغتصبة كيبوتس نيريم بعدد من قذائف الهوم مع مرور الوقت ورغم اشتداد حرب الإبادة والتدمير الإسرائيلية على غزة تزداد المقاومة ثقة بالسيطرة على عملية ردع الاحتلال لا يمر يومنا دون تصريحات لحكومة الاحتلال لوسائل الإعلام عن قرب تصفية حماس وعلى الواقع يتشكل مشهد مختلف في حرب غير متكافئة تتصاعد خسائر إسرائيل وتبدو آلياتها أهدافاً في مرمى نيران مقاتلية المقاومة الفلسطينية المراقبون العسكريون يؤكدون أن المقاومة امتصت الصدمة خلال الأيام الماضية وتتحكم بزمام الوضع في مواجهة أضخم ترسانة عسكرية تمولها يومياً كبريات دول العالم بالعتاد والسلاح وعلى رأسها الولاية المتحدة الأمريكية يومياً تدمر المقاومة المزيد من آليات ودبابات الاحتلال وناقلات الجنود في محاور الاشتباك بقطاع غزة كما تواصل المقاومة الفلسطينية استهداف لاحتلال خارج غزة بالصواريخ محلية الصنع وتحقيق إصابات وخسائر في صفوف الصهاينة خلال الساعات الماضية أعلنت كتائب القسام السهداف وتدمير السبعة عشر آلة عسكرية للاحتلال وقتل التسعة جنود صهاينة وإصابة ثلاثة آخرين ليرتفع العدد إلى أكثر من مائة واثنين وسبعين دبابة وآلة عسكرية للاحتلال منذ بدء الاشتياح البري بمرور الوقت وبالرغم من اشتداد حرب الإبادة والتدمير الإسرائيلية على غزة تزاد المقاومة ثيقة بالسيطرة على عملية ردع الاحتلال حيث أكدت حركة حماس أن المقاومة تسيطر على الوضع في ظل احتدام الاشتباكات مع قوات الاحتلال في عدد من محاور القتال بغزة مشيرة أن المعركة ما تزال في بدايتها وأن القادم أكبر وأعظم وأن المقاومة تخوض معركة إنهاء الاحتلال وحماية الأقصى وتحرير الأسرى وإقامة الدولة الفلسطينية أعرب متحدث الأمم المتحدة سيفان دوغاريك عن القلق العميق إذا توسع العدوان الصهيوني اتجاه جنوب غزة وتاثيرها على المدنيين مؤكدا أنه لا مكان آمن في القطاع وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بنيورك حيث أكد المتحدث الأممي أنهم يراقبون الأوضاع بغزة عن كثب وأجدد دعوة إسرائيل إلى ضرورة حماية المدنيين في جميع الحالات مشيرا إلى أنهم يعارضون التهجير القسري للفلسطينيين من غزة أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين عودة خدمات الانترنت والاتصالات بشكل جزئي في بعض مناطق قطاع غزة ذكرت في بيانا لها أن ذلك جاءت إسجابة للمناشدات الدولية والتحذيرات التي أطلقتها الوزارة بعد السماح بإدخال كمية محدودة من الوقود عن طريق الأونرواء والتي ستمكن مشغلية الخدمات من إعادة التشغيل وحذرت من احتمالية انقطاع الخدمات مجددا في حال عدم ضمان استمرارية وصول الوقود اللازم لتشغيل المكونات الرئيسية للشبكة تضامن الرسام اليمني باسم باضاوي مع فلسطين وغزة في ظل القصف الهمجي من قبل الاحتلال الصهيوني لأكثر من شهر عبر لوحة إبداعية من الفحم للشيخ أحمد ياسين طولها أكثر من عشرين متر وعرضها ستة أمتار على أحد الملاعب بمدينة تريم بحضر موت الليسم باسم سالم خمس علي بضاوي من موليد تريم حضر موت اللي من هنا فنان تشكيل رسام رسامة عديد من الرسومات وحبيت مرة هذه نسوي شخصية بارزة في ظل الوضاع هذه أحمد ياسين شخصية مؤسس حركة المقاومة في غزة وحبيت نتضامن مع أخواننا في غزة في هذه اللوحة الفنية التي طولها عشرين متر في ستة متر تقريباً استغرق منح الوقت ساعتين في رسمها وستة تقريباً كلاس فاحم ليتم رسمها أنا كهرسامة أتضامن مع أخواني في غزة من خلال هذه اللوحة الفنية والتي ترمز لشخصية مؤسس المقاومة شيخ ياسين وأدعو الرسامية للعالم أن يتضامنوا مع أخواننا في فلسطين بما يتعرضون له من القصف والاعتداء إلى الملف اليمني حيث أعلنت قوات الجيش أحبط محاولة تسلل للميليشيا الحوثية في الريف الغربي لمحافظة تعز فهدى المركز الإعلامي للمحور أن الجيش أحبط محاولة تسلل حوثية تجاه مواقعه في منطقة الحطوب بمقبنة وخلال الأسابع الماضية صعدت الميليشيا الحوثية من عملياتها في عدد من جبهات تعز وتزامن ذلك مع تصعيد مماثل في بعض جبهات مأرب والضالع هذا وكشف خبير في الأثار عن بيع قطعة أثرية يمنية نادرة في كندا يوم أمس الجمعة الباحث عبدالله محسن قال في منشور الله على فيسبوك إنه جرى بيع شاهدة نادرة لقبر أوس من الحجر الجيري في تورونتو عاصمة مقاطعة أونتاريو باتحاد كندا وبحسب محسن يعود تاريخ القطع أو القطع الأثرية إلى فترة ما بين القرن الرابع إلى الأول قبل الميلاد وهي من أثار اليمن من سبأ أو قتبان محفور في منتصفها كلمة أوس وهو من الأسماء الشائعة في حضارات اليمن القديم وخلال الفترة الماضية بيعت عدد من القطع الأثرية اليمنية نادرة في مزادات علنية في أوروبا وأمريكا ودول أخرى نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال والبدء بإخلاء مستشفى الشفاء من المرضى والجرحى الاحتلال الإسرائيلي اختحم مخيم بلاطة وارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 13 شهيد القسام يعلن تدمير 62 آلية عسكرية سهيونية بغزة ويجدد قصف تل أبي برشقة صاروخية جديدة ختاما في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة